موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتمنى يا ربي تكونوا بخير وبصحة جائدة إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا وهي منحة دراسية في دولة من أقوى دول العالم وهي في أستراليا والمنحة دي ممولة بشكل كامل وفيها راتب شار كبير جدا ومميزات كثيرة طيب خلينا دلوقتي نتعرف على تفاصيل هذه المنحة هي منحة دراسية ممولة بالكامل في دولة أستراليا الجهة المانحة اللي بتقدم هذه المنحة هي جامعة اسمها وده اختصارها وهي جامعة UNSW فده اختصار الجامعة واسم الجامعة تمام كده هي اللي بتقدم المنحة اسم المنحة دي دي وأكيد انت سمعتوا عنها لابل كده أنا شرحتها في منح أخرى هي عبارة عن منحة دراسية مقدمة من الحكومة الأسترالية تمام والمنحة دي بتكون مقسمة على عدد من الجامعات فجامعة نيو ساوز ويلز ليها عدد من المقات لاستقبال الطلاب الأجانب للتقديم في هذه المنحة اللي هي منحة RTB المقدمة من الحكومة الأسترالية تمام كده طيب الدول المتاحة للتقديم في هذه المنحة كل دول العالم متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية أفريقية أسيوية متاح لك التقديم بسهولة في هذه المنحة طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة لها هذه المنحة المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه فقط الناس اللي عايز تدرس ماجستير أو دكتوراه متاح باكالاريوس غير متاح تمام طيب بالنسبة للتمويل في هذه المنحة أولا المنحة دي بتشمل رسوم الدراسة كاملة بالمجان يعني انت مش بتدفع أي تكاليف خالص للدراسة كل الرسوم الدراسية بتكون على حساب المنحة تمام؟ في راتب شهري بيقدر ب 2400 دولار شهريا ده عشان يغطي تكاليف معيشتك وما إلى ذلك هما بيدوا راتب سنوي بيقدر بحوالي 28.5 ألف دولار تمام؟ ولكن الراتب ده لو قسمناه عشان يكون بالشهر هو 2400 دولار شهريا كمان تذاكر الطيران بتكون مشمولة لأنها بتكون المنحة دي اسمها مقدمة من الحكومة فبتشمل تذاكر الطيران كمان السكن الجامعي بيكون متوفر وبيكون في تأمين طبي في حالة لقدر الله حدوث مرض أو حادث من ضمن المميزات القوية في منحة مقدمة من الحكومة الاسترالية إنها بتوفر استحاب العائلة معك إذا كان لديك زوجة وأطفال يعني الشخص بيقدم عادي جدا باسمه لوحده ولو تم قبوله وإذا كان عنده أسرة وأطفال بيتم استحابهم معاه وبيتم عمل فيزا عائلية تمام كده؟ اللي هي فيزا دراسية بس بتشمل أيضا العائلة معه طيب ده بالنسبة ليه التمويل لهم المميزات؟ طيب بالنسبة ليه التخصصات؟ المنحة دي متاح بها تخصصات كتيرة جدا زي الحقوق الاقتصاد المحاسبة الهندسة العلوم والتخصصات الطبية تمريد الأداب التربية وكل التخصصات اللي بتقدمها جامعة نيو ساوز ويلز متاحة في هزي المنحة تمام كده؟ يبقى تخصصات عديدة وتعتبر بنسبة تسعين في المية كل التخصصات موجودة من أفضل مميزات المنحة دي إنها بيها كورس لتعلم اللغة الإنجليزية قبل بداية الدراسة إذا ليس لديك شهادة لغة الإنجليزية أو لو تعرف اللغة الإنجليزية المنحة دي بتشترط إن لازم يكون معاك شهادة لغة الإنجليزية سواء أو تمام كده؟ ولكن في ميزة من ضمن المميزات اللي بتقدمها المنحة دي أو جامعة نيو ساوز ويلز إن في حاجة اسمها كورس بيقدمه تمام؟ الكورس ده بيكون كورس تمهيدي قبل ما تبدأ الدراسة والكورس ده انت بتحضره لفترة معينة بعد كده بتعمل امتحان بعد لما بتحضر الكورس ده بتعمل امتحان والدرجة اللي بتجيبها فيه بتأهلك لدراسة لدراسة الكورس الأساسي أو التخصي اللي انت عايز تدرسه يعني في اللي انا هشرحه بعد شوية بيكون في مكان تقدر تختار فيه إنك عايز تاخد الكورس ده تمام كده؟ وبيجي لك قبول في لو جاء لك قبول في الجامعة القبول ده بيكون مشروط بالكورس تمام؟ يعني بيكون مكتوب في القبول ده إنك لازم الأول تحضر كورس داخل الجامعة كورس لغة إنجليزية عشان تقدر تتوافق مع الدراسة داخل الجامعة فحضرتك لما بتسافر هناك بتحضر الكورس ده قبل ما بتبدأ الدراسة والكورس ده بعد لما بتنهيه بيكون فيه امتحان تمام؟ الامتحان ده لازم تجيب فيه درجة معينة الدرجة يعني تكون كويسة عشان تتأهل بعد كده لدخول الكورس الأساسي أو لدخول دراسة التخصص الأساسي تمام كده؟ فده بالنسبة للمميزات برضو فهي بتعفيك لو أنت اخترت الكورس ده فأنت باعفي من أنك تقدم شهلة طيب هنا عندنا ملاحظة أن هذه المنحة ليس بقى حد أقصر العمر هي متاحة لجميع الأعمار كمان زي ما قلنا لا تحتاج شهرة لغة انجليزية بشكل الزامي عند التقديم طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي أوراق تعتبر بسيطة أول حاجة السيرة الزاتية بتاعك لازم يكون متواجد كمان آخر مؤهل دراسي حصلت عليه أو شهدة آخر سنة دراسية لو أنت لسه في المؤهل الحالي في آخر سنة من المؤهل الحالي كمان شهدة اللغة الانجليزية زي ما قلنا هي مش مطلوبة بشكل إلزامي مطلوب كمان خط البحث ومطلوب اتنين خطبات توصية تكون بشكل أونلاين طيب ده بالنسبة لأوراق المطلوبة بالنسبة لآخر معاد للتقديم في الفرصة دي هو 26 مارس 2021 والدراسة في الجامعة دي أو في المنحة دي بتبدأ في شهر سبتمبر 2021 وعشرين تمام؟ ومعظم القبولات أو معظم النتائج بيتم نشرها في المنحة دي في شهر مايو في آخر مايو 2021 تمام كده؟ فده بالنسبة لآخر معا آآ وهنا عندنا طبعا ملحوظة أن قناتنا قنات منح من كل الألوان بتوفر خدمات إضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة أنت عايزها يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحة متاح وفي خدمة تانية اسمها خدمة تجهزة الأوراية بشكل احترافي آآ ودي أوراية بتكون بشكل عام بتقدر استخدمها للتقديم بنفسك في أي منحة ولو عايز أي خدمة منها زي الخدمات بتلاقي رابط استمرت كل خدمة موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو بتملأ استمرت الخدمة اللي انت عايزها واحنا بنتواصل معاك ونرتب معاك كل شيء إن شاء الله طيب ده بالنسبة للأشياء اللي احنا بنوفرها هنا انا هتطلقوا الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه التفاصيل تعالى كده نبص على الاعلان الرسمي ونشوف فيه ايه هيفتح معانا الموقع الرسمي للجامعة تمام ده الموقع الرسمي للجامعة موجودة في مدينة سيدني آآ هنا هتلاقي إن الجامعة بتقدم عدد من المنح احنا مهتمين بالمنحة دي اللي هي منحة تمام كده مهتمين احنا بالمنحة دي وبيكون الماجستير بيتم تدريسه لمدة سنتين والدكتوراه بيتم تدريسه لمدة ثلاث سنين ونص دي مدة الدراسة وهنا شرح لك بقى الراتب وما إلى ذلك وطبعا الحكومة الاسترالية بتقدم معها منحة الجامعة اللي هي المنحة اللي بيتم يعتقى للجامعة اللي هي الراتب ده ومصاريف الدراسة والتأمين بتقدم معها كمان تذاكر التغيران والسكن الجامعي تمام؟ وطبعا تسهيل تأشيرة استحاب العائلة فده بالنسبة للمنحة المقدمة من الجامعة آآ طيب هتلاقي بقى كل التفاصيل هنا لو انت حابب تتعرف على تفاصيل أكتر آآ خلينا دلوقتي نروح لكيفية آآ التقديم في هذي المنحة هتيجي حضرتك تضغط على كلمة قدمة الآن دي عشان يفتح معاك أبليكيشن التقديم تمام كده؟ أبليكيشن التقديم الصعب ولكن انت محتاج تملاء آآ يعني بدقة وتركز في كل حاجة مطلوبة منك ده الأبليكيشن هو طبعا مطلوب هنا تحط الإيميل بتاعك وتحط الباسورد ولكن انت كمستخدم جديد ما عندكش لإيميل ولا باسورد لازم تعمل أكاونت الأول على موقع المنحة تروح ضغط على كلمة رجستر ناو عشان تسجل أكاونت الأول على الموقع تمام؟ بعد كده بتضغط على كلمة I accept من تحت كده تمام دي الشروط اللي انت موافع على كل شروط المنحة وبعد كده بتعمل سلايد دي كده تمام؟ وبعد كده انت بتحط الإيميل بتاعك هنا لما بتحط الإيميل بتاعك هنا بيوصلك كود على الإيميل الكود ده انت بتفعله يعني بتحطه داخل المستطيل اللي يظهر لك بعد كده وبيتم تفعيل الإيميل وبطلع لك انك تكتب باسورد بعد لما تكتب الباسورد وتفعل الإيميل بتاعك بترجع تاني للصفحة الأولى اللي انت بتحط فيها الإيميل بتاعك على سبيل المثال دي آآ يعني ده الإيميل بتاعي وأنا أحط دلوقتي الباسورد تمام؟ وخليني أعمل لوجين أدخل بقى للأبليكيشن نفسه عشان أشوف إيه اللي مطلوب داخل الأبليكيشن وأقوم بإكماله تمام كده؟ فالصفحة بتبدأ تحمل وبيدخلك دايركت بعدها للأبليكيشن طيب أنا كنت بالفعل عملت الصميت لأبليكيشن معين وبدأت فيه يعني فيه أبليكيشن أنا بدأت فيه فإنت لما بتكون بدأت في أبليكيشن ممكن ترجع له في أي وقت وتكمله ولكن إنت لما بتدخل لأول مرة بتلاقي حاجة اسمها ستارت نيو أبليكيشن بتشوف إنت البرنامج اللي إنت عايز تقدم عليه تمام؟ فطبعا البوست جراديات اللي هي الماجستيري والدكتوراه بيروح يضغط دايركت على ستارت نيو أبليكيشن في الجزية دي تمام كده؟ فأنا هرجع عمل تعديل للأبليكيشن أنا بدأته بالفعل عشان أوريكو إزاي بتملك كل سيكشن فيه تمام؟ هيفتح معايا دلوقتي كل سيكشن في الأبليكيشن والأشياء المطلوبة فيه وإزاي تقوم بملأه طيب دا تمام؟ هتلاقي هنا من عندك كل سيكشن مطلوب منك آآ تملاه في السيكشن الأول اللي هو معلوماتك الشخصية بتحط معلوماتك تمام؟ اسمك اسم العائلة ما إلى ذلك بتحط هنا تاريخ ميلادك إن انت مش أسترالي بتحط دولتك دولة الميلاد لو معاك رقم جواز الصفر بتحط مش معاك خلاص بتسيب الجزية دي فاضية دولة الإقامة الحالية ورقم تليفونك تمام؟ هنا بتحط بيانات الإقامة الحالية اللي هي الدولة وما إلى ذلك نفس الشيء وهنا طبعا بتثبت إنك ما درستش ده سؤال كده إنك ما درستش في الجامعة دي قبل كده خلاص؟ بعد لما بتخلص جزئية البرسنال ديتيلز بتخش على الجزئية اللي بعدها وهي بتكون جزئية خاصة باختيار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه تمام؟ هو طبعا كل سيكشن بياخد وقت في التحميل عشان ينقل السيكشن اللي بعده فهنا ده اختيار التخصص هنا ده البروجرام اوف ستادي زي ما هيظهر معنا دلوقتي تختار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه تمام؟ وهنا انت بيطلع لك الجزية دي طبعا عشان أنا اخترت هنا اخترت مثلا تخصص البيزنس فانت من الجزية دي بتقدر تختار التخصص وبيزر بكود معين فانا اخترت بيزنس واخترت مستر تمام؟ واخترت الهيل سكول سكول اوف بيزنس تمام؟ واخترت بتاريخ البدء انا عايز ابدأ الدراسة في تلاتاشر تسعة الفين واحد وعشرين تقدر تختار ترم الدراسة اللي انت عايز تبدأ فيه لو واحد مثلا عايز يبدأ في سنة الفين اتنين وعشرين متاح برضو تمام؟ ولكن الديدلاين اللي انا كنت ذكرته هنا لانا قلت عليه ستة وعشرين مارس الفين واحد وعشرين ده خاص بالترم التالت اللي هو بيبدأ في تلاتاشر سبتمبر الفين واحد وعشرين تمام؟ لان الفين اتنين وعشرين لها ديتلاين مختلف او لها مواد انتهاء مختلف عن الديدلاين ده تمام كده؟ طيب هنا التخصص اللي هو الاساسي بيزنس كل التفاصيل تم ذكرها خلاص بتنقل بالجزئية اللي بعدها بعد اختيار التخصص به آآ سكشن تاني هيظهر لنا تجاوب برضو على كل الاسئلة اللي مطلوبة فيه. طبعا الموقع بياخد شوية وقت في التحميل. فآآ ده السكشن اللي بعده. فهنا بتختار انك مفيش يعني مفيش شخص هييمولك. انت عايز تمويل من الجامعة. تمام? فبتضغط على الجزية دي بعد كده بتاني الخطوة اللي بعدها. عشان تخش على آآ التمويل. انك عايز منح. تمام? فهنا في الجزية دي. آآ مطلوب منك انك تكتب آآ يعني آآ بتاعها العنوان بتاع الخطة البحس اللي انت هتعملها بتكتبها هنا. تمام? آآ بتجاوب بقى لكل الاسئلة اللي مطلوبة منك هنا. انك عايز تقدم لمنحة وبتختار اسم المنحة دي. تمام? آآ يعني بيقول لك لو انت مسلا كان عندك منشورات سابقة عندك اي اشياء اضافية. آآ بتشوف يعني بتحط على مسلا انا سابق لي المسال عندي قبل كده بكتب ياس ما عنديش خلاص بكتب نوه بعدي الجزية دي. بخش على الجزية اللي بعدها بعمل بخش على السكشن اللي بعده السكشن ده هيكون في اللي هي المؤهلات الدراسية تمام? يعني انا مسلا اخر مرحلة دراسية خلصتها مسلا بتكتب عليها هنا بتقول انت خلصت المدرسة السنوية. وبتقول انك بتسعى للتقديم لاحد الدرجات الموجودة في الاعلى. تمام? بعد كده بتعمل سيف وكونتينيو. وبتخش على السكشن اللي بعده. وفي السكشن ده انت هتحط بيانات المؤهل الدراسي الاخير اللي انت خلصته. يعني انت على سبيل المسال خلصت البكالوريوس او لسه بتدرس في اخر سنة من البكالوريوس. فهتحط هنا البيانات زي ما هنشوف. هنا بتحط دولة الدراسة الحالية اللي هي دولتك مثلا بتدرس في الجزائر على سبيل المسال. بتختار الكلية اللي انت بتدرس فيها. تمام? بتختار تاريخ بدء الدراسة. وبتختار انت متوقعت تتخرج امتى? او بالفعل انت تخرجت امتى? وبتجاوب على السئلة دي وبتخش على السكشن اللي بعده. تمام? اه بعد لما بتجاوب على الهي الكواليفيكيشن وبتحط كل التفاصيل الخاصة بمؤهلاتك الدراسية. وهنا بالنسبة الجزئية دي لو انت عندك بقى اه هنا بالنسبة الجزئية دي خلينا نشوفها في الاول اللي هي بتاعت اللغة الانجليزية. انك بتختار انك عايز اللغة الانجليزية. هنا بيقول لك تقدر تحدد اه يعني مؤهلاتك في اللغة الانجليزية. فلو انت معاك بتحطه مش معاك بتروح عند اخر جزية دي وبتختار الكورس. تمام? اه وهنا بتختار لو انت عندك اي خبرات عمل سابقة بتحطها. اه لو عندك اي تاني بتحطها. هنا التوصيات الانلاين قلنا مطلوبة. دي بيانات الاشخاص اللي هعملوا لك التوصية مطلوب اتنين من التوصيات زي ما كنا وضح لنا وانه مطلوب اتنين توصية. تمام? بعد لما بتملى البيانات دي كلها بتروح ليه اه الجزء ده وبتاعم وبتخش على الجزء اللي بعده. تمام? زي ما هنشوف دلوقتي هزهر بعد كده المفروض نملاها. طبعا كل فيهم لازم تملاه اه باحتراف ولازم تملاك كل البيانات المطلوبة فيه. هنا خلاص ده السمري. بيقول لك انك خلاص ما لقت كل البيانات بنجاح. بيقول لك لازم تتأكد انك ما لقت كل شيء بنجاح. انه لو ان ضغطت على دي بيقول لك لو انت اتنقلت للصفحة اللي بعدها مش هتقدر ترجع تاني وتعدل هنا في الصفحة دي. فلازم تأكد انك كل شيء اتكذبه اه بطريقة ممتازة والمش هيكون في اي رسوم. تمام كده? فانا طبعا مش هعمل الخطوة اللي بعدها. تمام? اه لان الخطوة دي هي موجود في بقى الاوراق المطلوبة منك والاوراق المطلوبة هي اوراق بسيطة طبعا مطلوب عدة اوراق. فالاوراق اللي موجودة معاك حاليا بتحطها. لان في اوراق ما بتكونش مطلوبة بشكل الزامي. زي اشهارة اللغة يتم وضعها مش مطلوبة بشكل الزامي جواز سفر كل هزيه الاشياء. فمسلا انت في هنا بتحط اخر مواهل دراسي حصلت عليه لو عندك اي شهارات تطوع ما الى زالي الكورسات كل ده برضو بتضيفه هنا. تمام? ده في جزئية اضافة الاوراق. خلاص كده. فده بالنسبة الابليكيشن وبعد لما بتضيف الاوراق بتعمل انت كده ملأت الابليكيشن للمنحة بنجاح وانجزت الابليكيشن كاملا. تمام? يبقى شرحنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة. منحة مميزة جدا. مقدمة من الحكومة الاسترالية فيها مميزات كتير. راتب شاري. مصاريف الدراسة. السكن الجماعي. تأمين طبي ميزة استحابة لعائلة وكمان كورس لغة انجليزية. يعني حاجة مميزة جدا. فالمنحة دي يعني حاجة جميلة جدا. وما تنسوش اخر موعد للتقديم ستة وعشرين مارس الفين واحد وعشرين. وان شاء الله بيذن الله يكون بالتوفيق وليبوليكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.